على قدم وساق يجري العمل في جميع الاهيئات والوزارات الحكومية لتخفيف العبء عن المواطنين تأتي معارض السلع الغذائية والأساسية نتاجاً لهذا التنسيق بين كل الأطراف ولسيما معارض مدينة السادس من أكتوبر جهود حثيثة من الدولة بمؤسستها كافة تظهر جلياً في الكثير من المبادرات لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين وتخفيف العبء عليهم ومن هذا المنطلق جاء افتتاح معارض جديد للسلع الغذائية بسوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر جميع أصناف الخضار والفكهة موجودة عندنا ويميش رمضان وتخفضات من 40% ل70% حسب الخضار فيه وصل لـ 70% والفكهة اليميش لحد 40% المنتجات هنا كلها فيه الفكهة وفيه الخضار ويميش رمضان والتوم والبصل وجميع أنواع الفكهة جميع أنواع البقيلة كلها أسعار حلوة جداً 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 هي منافذ لبيع الخضروات والفكهة والسلع التموينية ويميش رمضان بسعر الجملة وبتخفضات تصل إلى 40% عن مثيلاتها في الأسواق أنا اشتريت حاجة رمضان واشتريت خضار يعني حاجة كويسة وشارت سكر وشارت رز حاجة كويسة وأسعارها معقولة يعني هنا بتعتبر الأسعار حلوة مش وحشة يعني زي ما قالوا يعني وفه ووعده زي ما قالوا أن فيه انخفاض في الأسعار والحمد الله في انخفاض فيها لم يكن هذا المنفذ هو الملجأ الوحيد للمستهلك بالمدينة وإنما تم افتتاح العديد من المعارض والمنافذ التي تقدم السلع الغذائية والأساسية بأسعار تنافسية وهو نتاك تعاون بين محافظة الجيزة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وما زال هناك المزيد